ما هو الدرس الذي يمكن أن تستفيد منه الحكومة السودانية مما يحصل في إثيوبيا مشاكل داخلية رغم أن إثيوبيا تمتع بعلاقات سوية مع كل العالم ينبغي أن يروا هذا الأمر بشكل واضح جدا وبعين فاحصة رغم أن أبي أحمد حاول محاولات كبيرة جدا جدا في أنه يرتقى النسيج الاجتماعي للداخل الإثيوبي قبل أن يذهب إلى الخارج وحاول محاولات كبيرة جدا وزار الناس وجلس وعمل لقاءات وبالذات حتى مع التقرية فبسبب فقدانهم للسلطة وإشكاليات كبيرة وتطمين يعني كثير عمل وأبي أحمد مع ذلك حصلت مشكلة التقرية الآن ونحن نشهد الآن في السودان في كثير من أقاليمنا هذه التحركات يعني حتى العلاقة مع الكيان الصهيوني أو العلاقة مع أمريكا ما بتحميك من الشهر أنا أتصور أن الذي ينظر إلى الخارج من أجل أن يعينه على إصلاح بيته الداخلي فهو واهم بالمناسبة ولن ينجح ذلك أصلا لأن الخارج لن يأتيك بمعرفته بك وإنما سيأتيك بما عنده هو من حل يود طرحه بل ويود أحيانا فرضه فعلى الحكومة السودانية على العاقلين في الحقيقة في القائمين على الحكمة الآن في السودان والمكون العسكري والأمني بالذات أن يفكروا تفكير جاد جدا جدا في أن تحل هذه القضايا حل جذري وحل جيد لا سيما في شرق السودان شرق السودان أن يتركه الناس وتتركه الحكومة للظروف وللمحاولات المحلية الضعيفة أنا أتصور هذا ليس صحيح ينبغي أن تتدخل الحكومة ومؤتمر الشرق المؤجل ينبغي أن يقوم ولا تقوم به الدولة فقط وإنما ينبغي أن تقوم به مكونات الشرق وهي التي ينبغي أن تشترك في إعداده حتى تسكد الأوضاع في الشرق حتى تسكد الأوضاع في الشرق بالضبط حتى الأرضية ليست ملتهبة كذلك فتحصل العدوى السريعة التي يمكن أن تؤدي إلى أشياء كثيرة